حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر قال فسمعته يقرأ والسماء والطارق حتى ختمها قال فوعيتها في الجهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام قال فدعتني ثقيف فقال ماذا سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم فقال من معه من قريش نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقا لطبعناه